هنا علوة الخضار في السليمانية حيث تتنوع المنتجات المحلية المعروضة وبيوفرة ما حقق الاكتفاء الذاتي وكل ذلك يأتي ضمن رؤى وزارة الزراعة في إقليم كردستان والتي عملت عبر مديرياتها بتقديم التسليلات المطلوبة للمزارعين والفلاحين ما أسمى في رفع القيمة الانتاجية والتي باتت بحاجة إلى خطط تسويقية طويلة الأمدة لدينا من المحاصيل المنتجة محلياً الكثير مثل الرمان والخيار والطماطا والحكومة الكردستانية مستمرة في دعم المنتوج المحلي ولكن الآن نحن بحاجة إلى فتح خطوط تسويقية جديدة وخاصة لخارج العراق حتى نكثف من الانتاج ونلبي جميع الاحتياجات وبحسب مراقبين فأن ما تفعله الحكومة الكردستانية في دعم القطاع الزراعي سيؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية وتقليل اعتماد الحكومة على النفط وبقية المعادن موضحين أن أقليم كردستان بوسعي تلبية الاحتياجات المحلية والعراقية وحتى الخارجية من المنتجات الزراعية المنتج المحلي هو ثروة مهمة في أي بلد لذلك فأن الكابينة التاسعة لحكومة تقليم كردستان خطط خطوات كبيرة باتجاه دعم القطاع الزراعي كبديل للنفط وعملت على تطوير هذا القطاع الحيوي سواء بدعم الفلاحين والمزارعين بشكل مباشر أو عبر التسويق لكننا ما زلنا بحاجة لفتح خطوط تسويقية خارجية ويتبنى رئيس حكومة تقليم كردستان مسرور بارزاني برنامجاً إصلاحياً شاملاً برؤية مستقبلية بعيدة المدى تهدف إلى التنويع الاقتصادي للإقليم وذلك من خلال دفع عجلة النهوض بالقطاع الزراعي الذي يؤدي دوراً محورياً في انعاش الاقتصاد الوطني لقناة زاغلوستي فيشيار محمد السليمانية